بابتسامة نعلم حي العاملين بالمستشفى العسكري الميداني أستقبل الرغبون في العلاج من الجماعة القروية للأعزيزة والمناطق المجاورة لها فبعد موجة البرد القارس والتي لم ينفع معها سلاح الحطب تفاقمت معاناة الساكنة بسبب صعوبة المسالك الطرقية وضعف البنيات التحتية الصحية كنمشو التلقي من تانوت مني من تانوت كيصيفتونا المراكش من المراكش كيعطونا شي ورقصة في ذاك الشي اللي كيندهب هادو جول الله ينصر المالي جاب لنا هاتشي مرتب زعمال الله يعمرها دار زعمال دائرين معانا مواقفين معانا من ذاك الشي كنشكروا الناس اللي بدوا في هذا العمل من هدي خمس يام هدي والناس خدمين ليل نهار كنشكروا القوات المسلحة اللي ديمة وقفة مع جميع المسائل ديال الناس ديال الشعب لا في الأدوية ولا في الجراحة ولا بزاف ديال الحواج اللي كينين هنا المستشفى الذي يعمل به أزداد من ثمانين شخصا بين أطباء أو ممرضين أو مساعدين تم تجهيزه بكافة الوسائل الطبية الكفيلة بإنجاز تدخلات طبية في مختلف التخصصات كطب الأطفال وأمراض النساء والتوليد وأمراض القلب كما يتوفر المستشفى الميداني على قسم للمستعجلات ووحدة للكشف بالأشعاء فضلا عن صيدلية تتوفر على كميات متنوعة من الأدوية تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس وقيم هذا المستشفى العسكري الميداني بالجماعة القروية للعزيزة بإقليم شيشاوة هذا المستشفى تم إنشاؤه بهدف التخفيف من معاناة ساكنة المنطقة خاصة القاطنة بالجبال التي تعيش في جو بارد إنه تضامن طبي يستجيب لمتطلبات وحاجيات الساكنة مهمات طبية من بين أخرى دابت القوات المسلحة الملكية على القيام بها خلال هذه الفترات الصعبة من السنة لفائدة ساكنة القرى النائية والمعزولة ساكنة لا تسعفها الإمكانية المادية ولا التضاريس للولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية محمد أمين بومزيبرى من الجماعة القروية للعزيزة ميديان تيفي ترجمة نانسي قنقر